اشتركوا في القناة 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 في حدات وهذا الشي سيتان بلوس. هربنا لكم شو على موضوع الفيزا والهجرة. جينا لكم موضوع تسوية الوضعية اه خصوصا في اسبانيا. ولكن كين بلد اقوى في تسوية الوضعية على اسبانيا. على وهو البرتغال. وما زال ما هدرت عليه مزيان. لانني باقي ما 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 درتش كولوبوراسيون. ما زال ما نهيت الكولوبوراسيون مع المكاتب. كين عدة مكاتب سفتنا لهم باش ندير معهم. غي هو المكاتب عندها ضغط كبير. والتكين شوية اللي فيهم شوية ديال فوخية. اه. مين مكتب او يوتيبرز او انفليونسر من بلد افريقي كي يكون تاكتو حي البلد اوروبي. بحال كين نقصو بشوية. ولكن احنا عارفين عندنا دي كمبيتنس. احنا عارفين احنا مكتب الكفع اللي في جميع المجالات. نتمنى من الله سبحانه وتعالى من كولوبوريو في البرتغال. وغادي تكون يعني ضربة قوية في المغرب او يعني اه موقع في المغرب اللي غادي دي تسوية الوضعية في البرتغال بشكل رسمي و بشكل قانوني عبره وفواتير مون بداما ان شاء الله الرحمن الرحيمي لك. سنقنط تسوية الوضعية في البرتغال اللي انها كي يحتوي لوراق حاليا. اه اما اه بولدان اخرى يعني دارو ريخ سك تكون تما. البرتغال هي الوحيدة اللي من هنا تقدر تمشي تطلع عن طريق الاقامة يعني بتسوية الوضعية ديالك فيزا شينغن. هي البلد الوحيد حاليا. اما بلدان اخرى ما زال ما متاحة فيهم هاتشي. خوة تبارك الله عليكم. كنديروا الدراسة كنديروا التجمعات العائلية. كنخدموا ملفات سياحة ملفات زيارة العائلية العقود العمل وغيرها من الملفات. كان معكم اجلوا استفدوا. الى فيديو يا خادم ان شاء الله. شكرا